طيب نرجع للكورة منتخب مصر بيستعد في الكويت لمباراة بلجي كان شو الله النهاردة نجمي العلامي محمد صلاح نضم البعثة المنتخب في الكويت واستقبل استقبال حار جدا بحفاوة شديدة زي ما انتم شايفين في مطار الكويت كانت كل الناس من امبارح متترقب وصول صلاح استعداداتها كانت خاصة له في الكويت نضم لمعسكر المنتخب اللي خرج منه عمر برموش للإصابة وروي فيتوريا بيجهز اللعيبة اللي فيها القائمة محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد عواد يعني عشان نحسم موضوع كابتن محمد صلاح لو قلت من عشر سنين مجرد تفكير انا حيبع عندي لعيب عالمي هيعمل واحد اتنين ثلاثة هتقابل بسخرية صح طبعا مش لندرة المواهب لاستعداد الزهني والشخصي والنفسي لما بلقول يا جماعة محتاجين لايف كوتش أو تالنت كوتش محمد صلاح خير دليل ايه ان ياخدك مرحلة يسلمك لمرحلة يسلمك لمرحلة وشخصيتك بتتبني لحد انك انت تقدر يضغط عليك ضغط سلبي لجمهور بحراس المرمى التلاتة الشناوي واحمد الشناوي عواد فيها عمر جابر واكرم توفي واحمد حجازي وعلي جبر واسامة جلال ومحمود علاء ومحمد حمدي وحسين السيد وفي نص الملعب معها طارق حامد وحمدي فاتحي ومحمد النيني وامام عشور ومحمود حمادة وافشة وطاهر محمد طاهر وزيزو ومحمد صلاح واتريزيجية وعنده في الهجوم واخد احمد حسن كوكا واستبعد عمر مرموش وضم مروان حمدي بالاضافة لمصطفى محمد ده بالاضافة طبعا الاستبعادات الاولى اللي كانت تمت خرج قبل السفر محمود جاد وعبدالله جمع وباهر المحمدي وعمر السيسي ومروان عطية وحسين عبد المجيد وخلط صبحي واحمد عبد القادر ومصطفى زيك ومحمد شريف واحمد ياسر ريان ومروان حمدي اللي تم استدعاءه تاني تمام نبتنى كل التوفيق مباراة مهمة مع بلجيكا خاصة بلجيكا بتستعد لدخول كاس العالم مباشرة نبتنى راس حربا لا هو واخده طبعا على اساس انه يلعب جناح مش عارف يعني ايه هو في وجود تريزيجية يعني ده ده متش واحد يعني اعتقد ان تريزيجية حي حيث قد اه